المارد قصة نهل غندور رسومات جناطر بلسي مدرسة كبيرة بابها حديدي كبير مدخلها طويل طويل أدراجها كثيرة كثيرة ملعبها فسيح رماله غزيرة أشجارها ضخمة صفوفها واسعة بناتها بالملايين كل شيء فيها كبير وطويل وكثير كل شيء فيها مارد مارد لا يخاف أحدا مارد قوي مارد جبار يطل علي المارد كل يوم أصل إلى المدرسة فأراه أراه في الباب الحديدي الكبير في المدخل الطويل وفي الأدراج الكثيرة أراه في أشجاره الضخمة وصفوفه الواسعة والملايين من بناته أخاف من هذا المارد الجبار ولكنني أريد الذهاب إلى المدرسة ماذا سأفعله؟ سأذهب إلى المدرسة وأنتظر وأرى مرت أيام وشهور وأنا أدخل صبحا إلى مدرستي وأخرج عصرا منها والمارد لا يزال معي ولكنني أنظر الآن إليه وقد تغير شكله أعرف طرقاته وأعبرها بسهولة أنزل درجاته وأصل إلى صفي أشبك ذراعي بأذرع صديقاتي وألعب معهن في الملعب في صباح أحد الأيام دخلت مدرستي من بابها الحديدي الواسع وكان المارد قد اختفى ترجمة نانسي قنقر